موسيقى الواق العالمية ينضم إلينا سيد تركيسة جبريان محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب أهلا بك معنا تركيس وشكرا على وجودك عدة بيانات عم تترقبها الأسواق خلال هذه المرحلة وبعد ما تبعنا بيانات الوظائف التي جاءت أعلى من المتوقع أعطت نوع من الدفع بالنسبة للأسواق اليوم الأسواق الأمريكية بانتظار بيانات التدخم والسؤال المطروح إلى أي مدى تبدو هذه البيانات مهمة اليوم بالنسبة للأسواق أن فقدت زخمها وتأثيرها بعد هذه البيانات التي صدرت حول الوظائف الأمريكية في السابق هنا المتدولون يراقبون معدلات التدخم في الولايات المتحدة الأمريكية لاتقادهم بأن التدخم قد يكون المحرك الأساسي للفدرالي الأمريكي ليبدأ بتقليص برامج شراء الأصول لكن بعد أن شهدنا بيانات الوظائف الأمريكية لشهرين متتاليين وقد حققت إضافة أكثر من 900 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وانخفض معدل البطالة إلى 5.4% هذا حفز التوقعات بأن يكون أمام احتمالية كبيرة لأن يبدأ الفدرالي الأمريكي بتقليص الخطف التحفيزية متمثلة برامج شراء الأصول والبلغة 120 مليار شهر أكتوبر المقبل لكن بالنسبة لبيانات اليوم يبقى هناك لها بعض الأهمية إن لم تكن بأهمية الوقت السابق لكن أهميتها تكمن حاليا في أن التضخم قد يكون هو المقرر لمدى سرعة سحب الفدرالي الأمريكي لبرامج شراء الأصول فعلى سبيل المثال في حال ارتفع التضخم بشكل كبير وفوق التوقعات ربما سيعمد الفدرالي لخفض برنامج الأصول بوثيرة 20 مليار دولار وهذا ما يتركنا أمام فقط 6 أشهر لإيقاف كامل خطط التحفيز التابع لبرامج شراء الأصول لكن في حال أثبت بالفعل التضخم بأنه عابر كما يعتقد الفدرالي الأمريكي فهنا قد يقوم الفدرالي الأمريكي بتقليص أقل حدة من ذلك ليمتد إلى 8 شهور أو حتى ممكن أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة وبيانات اليوم من المتوقع لها أن تظهر انخفاض معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين من 5.4 إلى 5.3 وقد يكون لها بعض التأثير على الأسواق المالية لكن ليس بالتأثيرات الكبيرة التي كنا سنشهدها لو لا بيانات الوظائف الأمريكية التي يبدو بأنها حددت مسبقا احتمالية خفض الفدرالي الأمريكي لبرامج شراء الأصول خلال الأشهر القليلة المقبلة نعم ما زال في تخوف سيركيس بأن الأسواق الأمريكية مع الارتفاعات التي شاهدناها بالفترة الماضية قد تحصل بعض الفقاعة القادمة هل التخوف يعني يعتبر مبرر من قبل المستثمرين وخصوصا يعني أنه هناك على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الفدرالي الأمريكي أغلب البنوك المركزية الآن عم تتجه لعملية تخفيض برامج شراء الأصول لديها بالفعل المخاوف موجودة في الأسواق المالية عندما نرى مؤشر داو جونز في مستويات قياسية فوق 35 ألف 15 ألف مؤشر نازدك وكذلك مؤشر داكس 30 الألماني كل هذا يترك المتداولين في حيرة الارتفاعات الكبيرة التي حصلت في مؤشرات الأسهم والعديد من أسعار الأسهم توحي بأنها بالفعل فقاعة لكن في الحقيقة أضعف حاليا مخالفة لما كانت عليه مثلا فقاعة التكنولوجيا عام 2001 أو حتى عام 2008 عندما شهدت أسواق الأسهم حول العالم من خفاضات قوية وأيضا مرة أخرى في شهر 3 عام 2020 الآن نحن أمام موجة من الثقة في الأسواق المالية المستثمرون يتوجهون لأسواق الأسهم للبحث عن فرص استثمارية ولا يجب أن ننسى بأن هناك العديد من الشركات لم ترتفع أسعار أسهمها بشكل كبير ارتكز الارتفاع على بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة أو حتى في منطقة اليورو وفي بريطانيا لكن ليس كل الشركات ارتفعت أسهمها لذلك نلاحظ بين الحين والآخر تناوب هذه الشركات بالارتفاع على سبيل المثال يوم أمس عندما ارتفع مؤشر داو جونز لمستويات قياسية تبعه أيضا مؤشر ستاندر أنفور 500 لمستويات قياسية لكن بالنسبة لناس ذاك التكنولوجي تأثر سلبا ببعض المتغيرات المرتبطة في خطط الإنفاق الجديدة من الولايات المتحدة وانخفض هذا يدلنا بأن المستثمرون يبحثون حتى الآن عن فرص استثمارية في أسواق الأسهم بالتالي لا أعتقد بأننا أمان فقاعة وعلى المدى القصير ما زالت متفائل في أسواق الأسهم إن تكلمنا عن أسواق الأسهم في الدول الأظمى في منطقة اليورو وأيضا في الولايات المتحدة لكن على المدى المتوسط والطويل لا يجب أن نستبعد تصحيحات هذه التصحيحات ربما تكون عميقة مقارنة بموجات الارتفاع التي حصلت سابقا لكن أعتقد بأنها ليست فقاعة وإن حصل هبوط في الأسهم فقد يكون عبارة عن تصحيحات حتى لو كان عميق مثل ما شفنا خلال الفترة الأخيرة من تصحيحات سريعة كانت ثم عادت مؤشرات الأسهم لتعويض هذه الخسائر وارتفعت من جديد نعم أسعار النفط يعني يبدو أنه اليوم بدأت تعود لبعض المكاسب بعض الخسائر يعني برينت عم بيقترب من مستوى الـ 71 دولار بينما الخام الأمريكي ما زال عم بيداول دون مستوية الـ 70 عند 68-49 ساركيس يعني كيف نتوقع أن تكون تحركات أسعار النفط للفترة المقبلة خصوصا مع استمرار انتشار المتحور دلتا واليوم سمعنا وكالة الطاقة الدولية عم بتخفض توقعاتها أيضا لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بالفعل هناك تخفض لتوقعات نمو الطلب العالمي لكن لنأخذ الأمور على مقارنة ما بين عام الـ 2020 والـ 2021 على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ متوسط الطلب اليومي في الولايات المتحدة حوالي 18.2 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى من سنة 1995 وفي أكبر انهيار تاريخي كمقارنة 2019 في 2020 بالنسبة لهذه السنة فالتوقعات تشير لاحتمال أن يحقق الطلب في الولايات المتحدة حوالي 19 مليون برميل حوالي هذه المناطق تدل على أن هناك بعض النمو وما حصل هو خفض في توقعات نمو الطلب بسبب متحورات كورونا ويرتكز هذا التأثير من ثاني أكبر مستهلك للنطف العالم وهي الصين لكن باعتقاد الإجرات التي تتخذها العديد من الدول في مواجهة متحور دلتا من كورونا لم تصل للحد المقلق كما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2020 ورغم أني أرى أن هناك تأثيرات لكن في نفس الوقت هناك ملامح تدل بأن الطلب العالمي على النطف يتعافى حتى ولو بشكل أبطأ قليلا مما كان متوقع أريد أن أخذ الآن المخزون التجاري الأمريكي ونحن اليوم في انتظار بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فالمخزون الأمريكي رغم ارتفاعه بـ 3.6 مليون برميل في آخر التقارير إلا أنه ما زال عند 439 مليون برميل هذا يعني بأن المخزون الأمريكي ما دون متوسط الخمس سنوات بمقدار 6% هذا يدل بأننا أمام طلب جيد لا بأس فيه في الولايات المتحدة المستهلك الأكبر في العالم هذا كله انعكاساته على أسعار النطف نطاقات جانبية متحور كورونا أوقف الاتجاهات الصاعدة القوية التي شهدتها أسعار النطف وشفنا ارتفاعات وصلت لها حوالي 58% قبل أن يصحح النطف 14.4% ف14.4% تصحيحه والتابع للموجات القوية الصاعدة سابقا وأعتقد أننا الآن دخلنا في نطاقات محدودة مع انتظارنا طبعا لبيانات المخزون اليوم واللي متوقع لها تظهر بعض الانخفاض الطفيف أيضا في المخزون وهذا ما يتركني فيه الاعتقاد بأن أسعار النفط الأمريكي الخفيف على سبيل المثال ممكن تتحرك ما بين 63 دولار إلى 65 دولار حتى تظهر أساسيات جديدة تدعم الخروج من هذا النطاق نشكرك ساركيسة شابريال محلل الأسواق العالمية في إيكوتي جروب كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر